بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة وننتقل إلى الوحدة الثانية قضية التسمية والتصنيف في التربية الخاصة ونتناول الدرس الأول مفهوم التسمية والتصنيف تعتبر قضية تسمية وتصنيف الأطفال ذو الإعاقة من القضايا التي أثارت جدلا كبيرا بين المختصين والأباء والأمهات نظر لما تثير هذه القضية من اتجاهات وردود أفعال متباينة من مؤيد ومعارض لموضوع تسمية وتصنيف الأطفال ذوي الإعاقة ولكل مبرراته وأهدافه طبعا هذه القضية ارتبطت بقضية الاتجاهات نحو الأطفال ذوي الإعاقة إذ يترتب على تسمية وتصنيف الأطفال ذوي الإعاقة مواقف تعبر عن اتجاهات إيجابية أو سلبية نحو الأطفال ذوي الإعاقة ولكل منها طبعا مظاهرها الإيجابية أو السلبية وبسبب من ذلك ظهرت بعض المصطلحات التي تعبر عن فئات الأطفال ذوي لعاقمة المصطلح الأطفال المعوقين أو مصطلح غير العاديين أو مصطلح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الآن لو تكلمنا عن تعريفات التسمية نقول أنه هذا المصطلح هو المصطلح الأول نقول التسمية والتصنيف هذا المصطلح الأول مصطلح التسمية هو إضلاق اسم على مجموعة من الأطفال ذات مواصفات مشتركة أما المصطلح الثاني ألا وهو مصطلح التصنيف فهو ترتيب الأطفال في المجموعة الواحدة ضمن فئات ذات مواصفات مشتركة طبعا ظهر عدد من التعريفات لهذه المصطلحات مصطلح التسمية ومصطلح التصنيف الآن لو أتينا لنذكر مثالا للتجليل على مصطلح التسمية في التربية الخاصة مثلا فئة الأطفال الموهوبين هذه التسمية فئة الأطفال ذوي الإعاقة العقلية فئة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية فئة الأطفال ذوي الإعاقة البصرية فئة الأطفال ذوي الإعاقة الحركية فئة الأطفال ذوي صعوبة التعلم فئة الأطفال ذوي الطلابات النطق واللغة مثلا هذه كلها أمثلة على مصطلح التسمية هذه التسميات تطلق على هؤلاء الأطفال أو هذه الفئات أما بالنسبة للتصنيف لو أتينا لندلل على التصنيف على هذا المصطلح فننظر إلى هذا الجدول الآن ننظر التسمية الإعاقة العقلية كما قلنا تصنيفها مثلا حسب درجة الذكاء إعاقة عقلية بسيطة إعاقة عقلية متوسطة إعاقة عقلية شديدة إعاقة عقلية شديدة جدا التسمية إعاقة السمعية حسب العمر عند الإصابة تصنيفها صمم ما قبل لغوي وصمم ما بعد لغوي يعني قبل ثلاث سنوات حددت قبل اللغة وما بعد كتساب اللغة الإعاقة البصرية تصنيفها حسب الدرجة المعاقم بصريا كليا المعاقم بصريا جزئيا التسمية لصعوبات التعلم التصنيف الصعوبات النمائية الصعوبات الأكاديمية التسمية للطرابات الانفعالية التصنيف حسب الدرجة بسيطة متوسطة شديدة التسمية للطرابات التواصل التصنيف للطرابات النطق للطرابات اللغة التسمية لعاقة الجسمية والصحية التصنيف الإصابات المتعلقة بالجهاز العصبي الإصابات المتعلقة بالجهاز العظمي الإصابات المتعلقة بالجهاز العضلي والإصابات الصحية